اكدت سعادة السيدة امنة بنت احمد رميحي وزيرة الاسكان والتغطية العمراني ان مضامين الخطاب السامي الذي تفضل به جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دونعيقاد الثاني من الفصل التشعي السادس لمجلسي الشورى والنواب تعكس الرؤى الحكيم لجلالته بشأن تبني السياسات وخطة العمل الوطنية والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتمثل الركائز الاساسية للمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالته ورفعت السيدة امنة الرميحي اسم ايات الشكر والعرفان الى مقام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتفضل جلالته بالتوجيه بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين مؤكدة ان وزارة الاسكان والتخطيط العمراني ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسخير طاقاتها لتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين واطلاق خطة تطوير مدينة المحرق وقلت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على الحفاظ على الطابع الثقافي والتاريخي الذي لطالما تميزت به مملكة البحرين تاريخيا منوهة لان الوزارة شرعت على الفور في تشكيل فريق عمل متخصص لتنفيذ التوجيه والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهدف ضماني سرعة وكفاءة التنفيذ وأكدتنا الوزارة ستولي خطة العمل المشتركة لتنفيذ الأمر السامي أولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق التطلعات الملكية وتنفيذ التوجيهات الحكومية بهذا الشأن بما يسهم في إحياء الأحياء المعروفة بمندينة المحرق مع التطلع لعودة أهلها لها تكريما للمجد الوطني المشهود على مر تاريخ مملكة البحرين الزاخر ترجمة نانسي قنقر